بسم الله الرحمن الرحيم ومتحبين فيه ومتجالسين فيه ومتزاورين فيه اللهم إن ننسلك رحمة المعين ديك تهدي بها قلوبنا اجمع بها أمورنا وتنمو بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بأعمالنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم إن ننسلك إيمان لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقاطع ولذات النظر إلى وجيك الكريم ومرافقة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم اجعل صدقة مقبولة اللهم اجعلها في ميزان القبول اللهم اثبت بها الحسنات ورفع اللهم بها الدرجات اللهم اكفر بها السيئات اللهم اوفي مرادهم وقضي حوائجهم حوائج المسلمين أجمعين اللهم ابرك لهم فيما يعملون اللهم ابرك لهم فيما يفعلون اللهم ابرك في الزوجين اللهم اجمع بينهما في خير اللهم ابرك فيهم يا رب العالمين اللهم اجعل مودة فيما بينهما الرحمة فيما بينهما الصدق فيما بينهما اللهم أدم عشرتهما اللهم أدم عشرتهما اللهم أصلحهما يا رب العالمين اللهم أجعله الضار الخير الضار الفرح والسرور حاجة اللهم أجعله لا تعطي الله وتعطي رسوله اللهم أجعله الإيمان في قلبه وتقول الله في صدره سمات الصالحين في وجهه أولاده الله أصلحهم اللهم أصلحهم ظاهر وباطنة اللهم أنبيته نباتنا حسنة اللهم أجعلهم ذرية طيبة اللهم أصلح ذريتهم اللهم أصلح ذريتهم اللهم أبعد عنهم كل شر اللهم أبعد عنهم كل ضر يا رب العالمين اللهم ارزقهم الإيمان اللهم ارزقهم التقوى اللهم ارزقهم العمل الصالح اللهم احفظهم في الحضر والسفر اللهم احفظهم في الحضر والسفر اللهم يسير أمورهم وبارك في أعمالهم وبارك في أقوالهم وبارك في أموالهم وبارك في حركاتهم وسكناتهم نحن جمعنا مشرى خطواتنا اللهم ارزقنا الإيمان اللهم يسير أمورنا اللهم يسير الإيمان في قلوبنا اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين اللهم اجعلنا من الذين يكون في يعملون ويعملون في يخلصون ويخلصون في يقبلون اللهم اجعلنا من المقبولين عندك اللهم هدينا وهدي بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الحق والدين اللهم اجعلنا بلدنا هذا بلد الأمن ومطمئن وسائر بلاد المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسول على آله وصبه وسلم سليما سبحان ربك رب عزتي عما يصفون وسلام على المرسالين والحمد لله يا رب العالمين